استقبل سوق الجملة للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان اليوم نحو 2666 طن من خضار وفواكه وورقيات مسجلا ارتفاعا عن يوم الخميس إذ استقبل 2674 طن أما بالنسبة لأسعار الأصناف التي وردت للسوق والتي وضع الحد الأدنى والأعلى لسعر الكيلو الواحد لكل صنف فأظهرت النشرة أن أسعار بعض الأصناف التي تم رصدها اليوم من البطاطا والخيار والليمون والبندورة مقارنة بيوم الخميس عدم وجود تغير في أسعارها باستثناء سعر الجزر الذي أظهرت النشرة ارتفاعا في أسعاره يبلغ خمسة قروش للكيلو فبحسب النشرة يتراوح سعر مادة البطاطا بالسوق المركزي من ثلاثين إلى أربعين قرشا للكيلو والبندورة ما بين خمسة وثلاثين إلى خمسين قرشا أما لخيار فيتراوح سعر الكيلو من عشرة إلى خمسين قرشا والليمون بين ثلاثين إلى مائة قرش أما الجزر فقد ارتفع اليوم من خمسة وأربعين إلى خمسة وخمسين قرش بعد أن كان سعره يوم الخميس يتراوح بين أربعين إلى خمسين قرش اشتركوا في القناة